أهلا بكم مشاهدي القناة مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بأخبار المنتخب الوطني الجزائري التقى مسامس كل من وليد صادي رئيس الفاف الجديد وكذا جمال بالماضي مترب المنتخب الوطني الجزائري وهذا أول لقاء منذ تولي وليد صادي فهما رئاسة الفاف وحسب بيان رسمي من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن اللقاء الذي جمع بين جمال بالماضي وولي صادي دام لساعات طويلة حيث استعرض الرجلان جميع المواضيع المتعلقة بالمنتخب الوطني خاصة في سباق التحضير للمرحلة المقبلة المتعلقة بكأس إفريقيا 2023 وتصفية مونديالي 2026 ومن جانب آخر تم شروع في بيع تذاكري اللقاء الودي الذي سيجمع المنتخب الوطني الجزائري والرأس الأخضر على ملعب الشهيد حملوي بقسنطينا ترجمة نانسي قنقر